السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي في بعض الصور اللي نقولها من خلال جهاز الكمبيوتر سواء كان كمبيوترك ماك أو ويندوز هذه الصور اللي لو تسوي لها مزامنة عن طريق برنامج الايتونز أو أحد برامج نقل الصور حتجيك بهذا الشكل في ألبومات الصور يعني حتلاقي عندك في صور في ألبومات الصور وأيضا حتلاقي أسفل في مجلد مكتوب عليه من جهاز الكمبيوتر أو من جهاز الماك أو ما اختلفت العبارة المهمة الهدف واحد اللي هو تجي تحدد أي صورة ما بتلاقي خيار الحذف ما تقدر تحذفها يعني حتى لو فتحت الصورة ما هتلاقي خيار الحذف طبعا أنا بشوف حاليا ما عندي حتى ألبومات يعني ما عندي في ألبوم الكاميرا أي صور ولكن هذه نقلتها من خلال الكمبيوتر عن طريق المزامنة وجاتني بهذا الشكل وما أقدر أحذفها أبدا فشوف حتى هنا ها السهم ما بيجيك خيارات الحذف أبدا ما بيجيك إلا إضافة أو تكرار أو إلى آخره فما في حذف فبعض الناس كثير بتقابلهم مثلا زي هذه المشكلة وما يعرفوا كيف يحذفوها طبعا طريقة حذفها لها أكثر من طريقة ولكن كل الطرق عن طريق جهاز الكمبيوتر يعني زي ما نقلت عن طريق الكمبيوتر تحذفها عن طريق الكمبيوتر ما تقدر بدون كمبيوتر فأحد هذه الطرق هو عن طريق هذا البرنامج اسمه اي مايفون يوميت برو هذا البرنامج سبق وشرحته بالكامل ولكن ما تطرقت إلى تفاصيله ولكن هذه أحد مميزاته هذا البرنامج أول ما بتفتح البرنامج بيجيك الواجهة بهذا الشكل تقدر من خلال خيار اللي هو هذا اللي هو private data اللي هو تفصل الأشياء اللي تبغى تحذفها يعني هذا حذف بالكامل وهذا الأشياء اللي أنت تختارها عشان للحذف وتسوي له سكان طبعا تكون شابك جهازك الجوال بالسلك على الكمبيوتر عشان يتعرف البرنامج على الجهاز وتنتظر عليه لحد ما يسوي بحث بالكامل طبعا تقدر تحذف الرسائل التقويم اللي هو تسجل المكالمات الكوكز بسفاري أيضا اللي هي الملفات المؤقتة بسفاري أو السجل الصور والفيديو أيضا الملاحظات واللي هي الملفات المرفقة بداخل الرسائل النصية أو الأي مسيج يعني زي الصور الفيديوهات الرسائل الصوتية وإلى آخره فالآن هو بيسوي لنا البحث بالكامل وبيظهر لنا الأشياء اللي اكتشفها طيب الآن طلع لياها كاملة فتقدر طبعا تأشر الصور الرسائل ما أبغى أحذفها هنا عندي اللي هو سجل المكالمات ما أبغى أحذفه أيضا الرسائل اللي هي الوصاية ما أبغى أحذفها أبغى أحذف فقط الصور فبهذا الشكل بيحدد لي أنه مثلا طلع لي 31 صورة موجودة عندي في الآلبوم زي ما تلاحظ 31 صورة طبعا تقدر تحدد أي صور تقدر تشيلها من التحديد وتقدر تحدد كافة الصور وهنا تقدر اللي هو بتاريخ النقل طيب تضغط على إريز ناو اللي هو مسح بالكامل الآن بيقول لك أكتب كلمة دليت عشان توافق طبعا تكتب نفس الكلمة اللي طلعت لك هنا عشان يتأكد أنه مو بالغلط أنت ضغط هذا الخيار طيب وتضغط على إريز ناو الآن نسوى continue هنا بيقول لك ممكن يحتاج إلى أكثر من ثمان دقائق طبعا على حسب كمية الصور وإلى آخره تسوى continue الآن عاد تشغيل الجهاز عندي ما في أي مشكلة فقط بيحدث اللي أنا حددته اللي هي خيارات الصور حتى هنا بيكاتب لك اللي هو restarting اللي هو إعادة تشغيل الجهاز بيقول لك please unlock your device بيقول لك أفتح جهازك لما يعيد تشغيله طيب بعد ما عاد تشغيل الجهاز خلينا ندخل الآن ألبوم الصور وحنحصل اللي هو الألبومات جميعها أنحدفت طبعا بيحدث لك الصور اللي انت حددتها فقط لا غير يعني ما بيحدث لك جميع الصور اللي داخل بالجهاز فهذا هو كان شرحي اليوم رابط التحميل للبرنامج بتلاقيه بصندوق الوصف أسفل مقطع شرح باليوتيوب يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب بالقناة وفي أمان الله